عندما يتكلم عن لولو، ربما يتكلم عن المنزل مع المنزلات، المنزلات، أو المنزلات المنزلات في لولو كل يوم، ولكن ما لا يتعرفونه هو أن هناك الكثير من المنزل. السيد يوسف علي هو أحد الذين استاهموا في تعزيز مكان الدولة الإمارات في الخارطة التجارية العالمية. يعني هو إنسان لما عاش في الإمارات هو جاء من دائت السبعينات وجاء عمره صغير، والدولة توها طالع، فعاش في الفترة البسيطة، وكان يشاهد النمو، أو كان يتعايش مع التطور العمراني، الطبع بطبايع هالإمارات، خذ من عاداتهم، خذ من تواضعهم، كان مصر أن يبتدي هو في إعداد نفسه، فكان يشتغل في محل عمه، بعدها طلع وأنشأ هو محل سمال لولو، وكان هدفه أن يكبر بهذا المحل، إلى أن استطاعنا يوصل إلى مئات من هذه الهايبر ماركت تسمونها، واستطاعنا يطلع إلى 29 دولة. الجانب الثاني أن رجل تاجر مبادر في أعمال الخير والأعمال الإنسانية، سواء في التعليم أو في تمريض أو في المحتاجين بشكل عام. عندما يجب أن يكون محل سيحصل، هناك أجل طريقة لنا بإمكانها. أجل طريقة، أن يجب أن يكون محل منها، أجل طريقة، أن يجب أن يساعد المناطق أو المعجل. يوسف علييه يقضل بحقًا، أن يجب أن يساعد المعجل عندما يجب أن يكون محل سيحصل. يوسف علييه يصحف المشاريع، موضوع المليون درهم، الذي خصصها في توفير غذاء، الذي يحصل على عين في المجتمع الإمارات. وهذه كانت واحدة من الأشياء، الذي يشكر عليها يوسف علييه. يوسف علييه يشكر أن الإنساني هو المستوى 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 المناطق. وعندما يكون محل سيحصل، يقول أنه لا يريد أن يريد أن يقفل من الإنساني. وإنما الآن، عندما يعتقدون بعض الطعام، ويحث أصبحت قulan، نوع مشكلة للعمل، و و هو واله إلى الرغم هنا و hemos دعو من الأشياء، حتى لو لم ينسبت المعيجات. يرى الأمر عندما ظف doneر الإمارات أن الرغم الذي ما هي مستوى المستوى – naszych مث locks. توفر الخير، جنب الخير، نشط وزفير الضواج إلى الإمارات فين المقول هغلية، أو ارتباط كلامه اليوم بماضيه يخليه دائما متواضع. يوسف فلي يحتاج الى أبو دابي عوار بسببه منه وددكاته لتعامل المجتمع ومع المجتمع المجتمع ومع المجتمع المجتمع اشتركوا في القناة